موسيقى مساء الخير أنا المحامية ولاية عبد العام محامية حقوقية جايين يتكلم دلوقتي عن بعض الحقوق اللي بتخص المرأة من بين الحقوق دي الحق في الزواج طبعا للستة الحق في الاختيار في اختيار الشريك شأنها شأن الرجل بالزبط طيب من ضمن الحقوق اللي بتخص الزواج زواج القاصرات ايه هو زواج القاصرات دا من ضمن العادات والتقاليد الموجودة هنا ان البنت طالما كبرت ومشاء الله دورت وبقت كويسة وجسمها كويس تمام نلحق بقى ايه نجوزها عشان تتسطر وتبقى ايه في كنف راجل طيب هل العدد دي سليمة؟ اكيد لا ليه لا لاني ست في الوقت ده قبل سنة 18 سنة بيكون الاعضاء التنسلية لها لم تكتمل بالاضافة الى اني عقلها وجسمها لم يكتمل نموه طيب لما البنت تتجاوز في مرحلة لم تكتمل النمو سواء من الجهة الثقافية او العقلية او الجسمانية او الجهاز التنسلية لها لم يكتمل هل البنت دي هتجيب ناس او هتجيب ابناء سلام؟ باحتمال كبير انها هتجيب اطفال مشوهين بالاضافة الى ان هي لا يعني عقلها لا يستوعب الزواج وبناء على فاني الزواج اقل من 18 سنة يسبب العديد من المشاكل طيب في حصائية بتقول اني الزواج بدأ من من سن 18 عام او الاقل من 18 عام دوت يسبب العديد من المشاكل افسط المشاكل دي او المشاكل الظاهرية اللي احنا بنتعرض لها هي مشاكل اثبات النسب نجد اني بعض الاحصائيات بتقول اني 16 الف دعوة اوسرية بتخص اثبات الزواج نفسه دي المؤ يعني الاغلبية فيها بتكون للستاء للبنات القاصرات فيما اقل من 18 عام طيب و 14 دعوة اثبات نسب طيب و 12 الف دعوة بتقول نفقة طيب دوت هل دا حق طبعا احنا اصلا الجريم دا يعتبر جريمة في حق البنت حق البنت ازاي اننا دلوقتي لما بنت بتجاوز اقل من 18 سنة غير مؤهلة جسمانيا ولا عقليا او نفسيا بالاضافة الى ان جهاز التناسولي المسؤول عن عملية الانجاب اصلا غير مؤهل لكده طيب دوت بيدي نتائج عدة نتائج من ضمن النتائج دي جزء رايح من النتائج فيها للمحكمة الاسرة الجزء الاخر بيخص البنت اللي هي ممكن تؤدي الى امراض زي امراض السكر الضغط الدم ممكن تؤدي الى الاجهاد ممكن تؤدي الى احداث جنين مشوه طيب تفتكروا ان النتائجة دي كويسة عشان احنا عارفين كويسة قوي ان الحكومة بتعمل لأي لمصلحة المواطن قررت الحكومة او صدر قرار بان اي شخص سواء كان وصي او ولي اب او ام كان بتزواج البنت او الولد في سن اقل من 18 عام قضية بايه بان يعاقب يعاقب بسجن لا يقل عن سنة طيب وبالاضافة لكده كمان غرامة غرامة لا تقل عن 50 الف جنيه ولا تزيد عن 20 الف جنيه بالاضافة الى ان اي مأزون او اي شخص قام بعمل عقد الزواج دوت بيعظل عن منصبه وبيحاكم طيب هل العقوبة دي كافية هل العقوبة دي كافية الى اني انا دمرت دلوقتي حياة شخص باني دوست طفلة صغيرة لو انجبت اطفال معافين وتمام فهي طفلة انجبت اطفال هل ده يا جوز بالاضافة الى اني البنت دي بتبقى معرضة انها تروح محكمة الاسرة قضية نفق قضية نفقة او قضية نسب او قضية اثبات زواج طيب هل ده مصرح طيب بالاضافة الى كده اني كمان بعض البنات او بعض الاهالي لما بيتوجهوا المحكمة علشان ينفعوا القضية بيجي الموظف يقول لهم مثلا احنا عشان ترفع قضية نسب او قضية نفقة او اي قضية تخص الأسرة بيبقى مطالب بعقد الزواج طيب حضرتك دلوقتي انت ما كتبتش عقد زواج اصلا طيب هتعمله ايه هتعمل ايه في الوقت ده بالاضافة الى ان كمان البعض من الاسر او البعض من البنات المتزوجات صغيرة في سن اقل من 18 سنة بتواجه المشاكل فيما يخص قضية النسب او قضية اثبات الزواج بان الزوج يكون متوفق اول الزوج خلاص هيطلقها طيب هنا الزوجة او البنت القاصر دي ما بتواجهش مشكلة بس واحدة في إثبات الزواج ده كمان ان الزوج نفسه توفق او ان الزوج معترض ان هو هيعمل مشاكل معايها او عايز ينفصل هل شخص عايز ينفصل او شخص متوفي هيساعدها في انها تسجل مولودها هيساعدها في انها يديها حقها طيب انا دلوقتي لو فكرت بعقل مثلا ان انا خايف على بنتي وخايف على مصلحتها هل انا من خوفي على مصلحة بنتي ان انا اجاوزها صغيرة وازيل اي اي مثلا عقبات او مشاكل في كده ولا اجيب لها المشاكل بان هي تتجوز صغيرة ونواجه مع بعض بقى اي مشكلة تحصل بان يقدر الله الزوج يموت الزوج يبقى عايز انفصل مفيش اثبات نسب طبعا مفيش ابسط الامور اللي هي فقدت حقوقها وكمان ممكن تفقد بعض الحقوق لابنائها بعض الحقوق المترتبة على عقد الزواج اصلا ان تطعيمات ازاي البنت او الطفل الصغير اللي لسه مولود دوت هياخد التطعيمات بتاعتهم بعض الحالات انا شفتها لما حصل الزواج دوت طبعا ما كانش فيه عقد زواج والام قاصر فما هنفعش عقد زواج خالص لانه فيش مأزون هيرضب كده طيب الزوجة دي او الام ابنها عايزة تديه التطعيمات فالتطعيم ده هياخده ازاي من غير شهادة ميلاد اصلا فقدت لكده ان الولد في دل السنة كاملة ما ما تسجلش في السجل اصلا ولا تطلع لو شهادة ميلاد وطبعا بالتالي ممكن ما ياخدش التطعيمات بتاعته دي في حد ذاتها كارثة طيب احنا نحب ان اولادنا يتعرضوا للمشاكل دي احنا اولادنا لو اصيبوا لقدر الله ببرد او اي مرض بصير احنا بنبقى تعبانين ونفسيتنا تعبانة عليهم ممكن ان احنا نعاية بجنبهم كمان طيب احنا نحب كده ولا نفكر في تغيير العادة السيئة دي ننجمع بعض اللي حصل اثناء الفيديو احنا تكلمنا عن ان من دون الحقوق الموجودة للست او للمرأة بواجه عام هي المحافظة على جسدها وحقها في اختيار شريك حقها في اختيار شريك دوت من فاش ان انا اسلبه منها بان انا اكبرها على الزواج سواء كنت وصي سواء كنت ام سواء كنت اب او عم اي وصي اولي على البنت من فاش ان انا اسلبها الحق دوت واجوزها اقل من 18 عام لان ده السن القانوني لها وكمان تعرضنا اللي مش بس السن القانوني ده كمان البنت بيكون في الفترة دي مؤهلة جفسديا ونفسيا وعقليا بالاضافة للجهاز التناسولي لها بيكون مكتمل النمو في الفترة دي وده كان ملخص للفيديو واللي احنا شفناه وحبا انتوا تابعونا تالي في فيديوهات اكتر كان معكم ولا عبد العيل المحامية الحقوقية شكرا لكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة